ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قرآن و أول جملة عربية التي فهمتها دون ترجمة دي مغيية قرآنは私にとって信仰の泉だと思っています قرآنに立ち返ることで私の信仰が蘇らせられるといったような意味合いを持っています شوقا إلى المولى أتايت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وتر السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وتر السعادة والنجاة لماذا زرنا اليابان و لماذا الآن نحن نصور فيها لأن الشعب الياباني يعاني من حيرة نفسية كبيرة مع أنه شعب منضط أنا مائن ناوكと申します موسلم名は أحمدです 息子が産まれてから أبو حكيمと名乗っております فطرته السليم استيقضت فبحث عن الحقيقة فكر وطرح الأسئلة على نفسه من أنا و لماذا وجدت على ظهر الأرض الياباني أحمد ماين أثناء ابتعافه لدولة أجنبي قابل أسرة مسلمة فتحت بأخلاقها نافذة الأمل في حياته ما كنت أعيش فيه هو ظلام ظلام قلبا وروحا كنت أبحث عن الحقيقة وأتدول على من مكاني إلى مكان آخر وإلى عقيدة إلى عقيدة من أخرى شيخ أحمد ما هي الديانة التي كنت تعتنقها أنت ووالدي قبل الإسلام كنت أعتقد باعتقاد البوذي وكذلك والداء وأرجو أن تدعو لهما في الهدايا يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريمان منه قرآن كريم وكررت أن نكون راهبا بوذيا عندما كنت الرابع عشر من العمر ولكن هذا القرار قد أدحش والدي دهشا كبيرا وترجاني رجاءا على الأقل تخرج في الإعبادية وما إلى ذلك السبب الذي توقفت عنده ولم أصبح راهبا بوذيا أني لن أستطيع أن أعيش طول عمري بوحدي أحتاج إلى شريكة حياتي ورهبان البوذى كما تعلمون ينقطعون عن الدنيا ويعتزلون النساء لذلك ترك ماينو الرهبانية البوذية وبدأ يبحث عن مختلف الديانات حتى أكون عادلا في بحثي أخذت اطلعت على كتابين أو ثلاثة من الكتب حول الإسلام ولكن كان مكتوبا بأيدي المستشرقين وكنت أعتقد أن الإسلام دينا إرهابيا ويعتقده المجنونين ومجنونون وما إلى ذلك فرغم أني كنت أبحث عن الحقيقة كان الإسلام أبعد الشيء نعم نعم كزميلة في صفي نعم وهي عبارة عن أول إنسان يؤمن بإسلام الذي تعرفت عليه أو عليها في حياتي من أول من دعاك إلى الإسلام بشكل مباشر؟ كان الأخ لهذه الأخت المصرية وهو كان مهتم مهتما كثيرا في موضوع الإعجاز العلمي نعم وأراد أن يقنعني بها ولكن الذي كنت أبحث عنه هو الذي يعني يشبعني روحانيا روحيا نعم وتعلمون أن أهل اليابان يعني أهل قراء نعم يقرؤون يعني أينما يكونون نعم فمثل هؤلاء الناس محاولة الإقناع فاشلة نعم محاولة فاشلة نعم أما أسلوب والدها والده جزاه الله خيرا قدم إلي مصحف القرآن الكريم المترجم معاني نعم إلى اللغة الإنجليزية نعم قدم لي وقال لي اقرأ هذا الكتاب بنفسك الله يعني اقرأ هذا الكتاب وفكر بنفسك الله وهذا الأسلوب أشعرني باحترامه تجاه شاب صغير كنت 18 من عمر مجرد نعم ولكن هذا الذي أثرني هذا الذي نقوله شيخ أحمد الأسلوب في الدعوة نعم الله سبحانه وتعالى يقول وهذا الكلام موجه لنا وأنت داعي الآن شيخ أحمد وكل الدعاة الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا الله سبحانه وتعالى يقول أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وفي أثناء دراسته في إستراليا تعرف على شخصية مسلمة معروفة غيرت حياته وهو الأمريكي مالكوم إكس في عام 1993 كان يعرض على الناس فيلمه الفيلم حوله حول حياته فوجدت التي شات عليه صورة وجهي فرأيته شيكا فاتخذته دون معرفة ماذا فعل وكيف كان شخصيته بعد عودتي إلى اليابان يعني استعرت الفيديو نعم ورأيته هذا الفيلم وما شاء الله تأثرت بها كثيرا أريد أن أعرف أكثر عن الفيلم وتأثير عليك شيخ أحمد كان مالكوم إكس عندما كان في السجن قال له أخوك الكبير كمسلم كأخيك المسلم كانت هي اللحظة التي تأثرت بها في سويداء قلبي إن هذه الكلمة أصلها كما تعلمون أيها الإخوة الكرام أصلها حديث قدسي وإن أتاني يمشي أتيته هر ولا لأني كنت في تلك الحال بالضبط لأني كنت أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل من كل قلبي عم الظلام فؤادها بات الليالي قاسية ما عدت أدري مضيا إلا مع القرآن ثم عندما رأيت مشهد الحج عندما حج مالكوم إكس وهو أدهش نفسه أدهش في واقعة أنه قد جلس في رجل بيض الذي كان يكره كرها شديدا وتعرف على حقيقة الإسلام فقلت لنسي هل يوجد مكان في عالمنا غير هذا المكان الذي يجتمع إليه بهذا العدد الهائل من الناس لأي غرض لأي هدف هدف سامي ويقومون بعمل واحد يأتينا لكل فج عميل يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيها الله هناك أماكن كثيرة يجتمعون كثير من الناس ولكن لأي غرض للعب تأثرت بها كثيرا كان آخر دعم الذي شجعني إلى أخذ آخر خط الحمراء خط الأخير كي أكون مسلمة هو جنتي هو آية الأكواني قرآني هو حجتي إن جئت للرحماني بكلام ربي يا فؤادي أشرقات روحي وتلهج للإله لساني وصلت إلى النقطة المهمة شيخ أحمد والخط الأحمر واقتنعت بالإسلام حدثني عن دخولك الإسلام وكيف نطقت بالشهادة هذه لحظات مهمة في حياتك شيخ نعم يعني الحمد لله بعدما رأيت هذا المنظر العظيم للحج وما إلى ذلك واقتنعت لأنني كنت خايفة عن النقاط لمستقبلي نعم مثلا أولا انتماء إلى الديانة هذا يعتبر في الإسلام نقطة ضعف في اليابان نعم نعم الخلاصة التي وصلت إليها أن يسلم يسلم إنسان ما إلى الإسلام هو ليس عيبا يعني أبدا نعم بل أنه أمر يعني أمر جميل وشيك نعم لأنني كنت أعتقد إذا أسلمت لعلي أضطر في المستقبل أن أقول للناس عفوا أنا مسلم يعني ولأن الالتزام الديني في مجتمع متحرر مثل اليابان يعتبرونه تخلفا وضعفا ولكنهم لم يعلموا أن الإسلام هو ارتباط حقيقي مع رب هذا الكون الانتماء إلى الإسلام هو ليس الانتماء إلى جماعة ما نعم بل انتماء إلى رب الكون نعم رب العالمين نعم فالحمد لله فهذه الليلة تلك الليلة صليت ليس بشكل صحيح لكن على ما شاهدته في فيلم ملكوم ميكس نعم يعني فقمت بأول سجدة فالحمد لله يعني شعرت كأن يعني كأن النور يعني يجري من تحت رجلي اخترتوا أحمد يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشاس والختام غدل تخيل مشهد واحد من فيلم ملكوم إكس الأمريكي أثر بشكل مباشر في هداية الشيخ أحمد الياباني وهذه رسالة إلى أصحاب الأموال ليكن لكم بصمة في الإعلام فرب مشهد واحد ينصر الإسلام خير من حفر ذكر أنت اطلعت على معظم الديانات في العالم نعم واطلعت على الإسلام نعم ما الذي لفت انتباهك نحو الإسلام أكثر شيء الذي انتبهت إلي وشد اهتمامي إلي هو أن الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي وبدأت تسألني عن مصيرة الحياة من أين أتيت وإلى أين أذهب ولماذا أعيش وكان الدين الذي كنت أبحث عنه هو الدين الذي يؤثر حياتنا البشرية بشكل كامل أربع عشرين ساعة وسبات أيام في الأسبوع وهذا هو الإسلام بعد نطته الشهادة كانت حياته كمسلم عادية جدا إلى أن سمع القرآن الكريم لأول مرة الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن يهدي به الله من اتبع ربوانه سبول السلام ويخرجه المنظمات إلى النور أنت الله سبحانه وتعالى هداك وهداك بالقرآن شيخنا الغالي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتبت أنا وياك على الإسلام ما هي الآية التي غيرت حياة الشيخ أحمد كنت أحضر صلاة الجمعة في مسجد كوبة بجانب كيوتو فأثناء الخطبة كانت الآية التي ألقاها الشيخ المرحوم بإذن الله الشيخ محمد سلامة من مصر أحمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الآية هي أول آية قرآنية وأول جملة عربية التي فهمتها دون دون ترجمة دماغية يعني التي فهمتها عن قلب الحمد لله فبكيت وتأثرت بها والحمد لله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً مهداةً للبشرية جمعاء وإلى هذا اليوم البشر يدخلون الإسلام بسبب هذا الرحمة المهداة بعد إسلامه بحث ماينو عن مسلمة يابانية ليتزوج منها وبنى اليوم أسر مسلمة تتكون من خمسة أولاد أسماء أولادي على وزن فعيل وفعيلة بدءاً من سكينة وحكيم وأمين وكريم وسليمة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك فيهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي فيهم أمين أرجو مساعدتكم في تربيتهم لا 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 نبعثهم إلى الكويت أو إلى بلد آخر بإذن الله بإذن الله هناك سببان رئيسيان في موضوع قلة المسلمين في اليابان وجهة نظري ألا وهو سبب تاريخي وسبب يعود إلى تقصير المسلمين أما سبب تاريخي فهو كما تعلمون أن الفتوح الإسلامية قد توقفت عند فليبين ولم تتجاوز عنها فمع الأسف الشديد لم تصل الإسلام بقوة إلى اليابان وكذلك ممن أسلم في أهل اليابان كان عددهم قليل جدا غاية القلة عندما نطلع على الأوائل المسلمين اليابانيين لا نجد مع الأسف الشديد لا نجد ذريتهم مسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الشيخ ماينو غير متفرغ للدعوة فهو يعمل طوال الأسبوع في شركة للنفط والغاز ليعول أسرته ومع هذا فهو حريص كل الحرص بدعوة مجتمعه الياباني للإسلام حيث يفرغ نفسه في العطل الأسبوعية للدروس الجماهيرية وحلقات تحفيظ القرآن وشرح الأربعين النووية ويقدم العديد من الفعاليات الاجتماعية فقط مسلمين يحضرونها بالدروس لا لا يحضرونهم غير مسلمين بعض الحضور غير المسلمين ماشاء الله يتمين بالإسلام واللغة العربية نعم تجد أحد منهم تأثر شيخنا؟ أحد جاءك بعد المحاضرة تكلم معك سألك عن الإسلام هل حدث لك موقف مثل هذا؟ بعض الأسئلة موجودة ولكن كما قد لاحظتم أن أهل اليابان أهل عاطفي كثيراً من سمعت من أخوة في خارج اليابان أنهم يعتقدون أهل اليابان عهل العقل نعم لا يحدث في اليابان تقريباً إطلاقاً مثل ما يحدث في الغرب يعني بعد استماع محاضرة واحدة يقفون بعض الناس خمسة أو ستة أريد أن أسلم هذا لا يحدثون خطواتهم بطيئة جداً يطلق أيضاً تذكر فهم اليه أولانيك أنتبارك مستوراً ليس لك شراء نهيب شيرك شكراً الإنbee's ممتعيين أيضا على التغير that the things you have وخصصها أُخِي ممتعي أَن هِمْ أَيْهَا أَيُمْ متابتخل هاته لا يستخدم هاته لا يستخدم نعم أبعًا جميعًا 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 طبعًا اتيتنا طبعًا طبعًا جميعًا طبعًا vereً جميعًا فيماً طبعًا طبعًا ونحن في نهاية كل حلقة الشيخ أحمد تكون هناك مهمة دعوية لمن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام ممن نقابل مثل حضرتك شيخ أحمد نحن نقترح عليك لأنني شاهدت احتمامك في القرآن وتعليم القرآن وترتير القرآن للأطفال والكبار هنا عندكم في الحي فأقترح عليك أن تعمل مسابقة وتختار السورة أنت للأطفال وتعمل لهم مسابقة بإذن الله وتختار السورة ونحن نتكفل بإذن الله عز وجل بتوزيع الجوائز على الفائزين هل أنت موافق؟ موافق على عين ورأسي ولكن تكون شيخنا مهتم اهتماما كبيرا بحفظهم السورة التي تختار بإذن الله وتكون هذه المهمة على آبائهم أيضا بإذن الله بارك الله فيك الشيخ بارك الله فيك الشيخ صحيح صحيح الله يبارك الشيخ أرغاة جزيما ترجمة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة